موسيقى أنا لأنثى يوم 23 روشت وثمين نافسان 23 روشت من سنة 1983 تم المنادات أليا القصر الملكي بسخيرات وقالوا لي لازم تكون إن شاء الله في ثمينة في القصر كي هنا واحد مفاجأة وغذي تفاجأ وغذي تكون مصرور بزاف واحد الوقت هذاك سيد ما قدرش يتحمل ما قدرش يصبر يفاجأني قال لي سيدنا أمر بعود لأن الله يرحم بن سودا رافض الحق قال له شوف بن سودا نبغي عود الحاج يونس عود يعني من طراز الخاص عزفت أمامه ولقاء طريقة أسلوب يعني غير أثاليب لي ومنفس معه الحسن الثاني الله يرحمه يستمع إلى كيف استقبل أكبر فلانين من محمد عبداللهاب من فاريد من عبدالحاليم ماذا فكنت أنا من ناس أمستد حمد البيضاوي الله يرحمه الذي كان يأخذ له حساب في عزفيا لتعود وثم لا أنقر على أنه كان واحد مغربي كان مصيبا كان يعمل فيه يعني الكهرباف لما استمع له لتعود وهو المرحوم عبدالرحي وثقاط ثم سدي عمرتان طاوي لكن أنت من ضمن هذا كله يعني كتعتبر بأنك دخلت عن جدارة والاستحقاق لأنك عازف متميز وتلقيت بالمناسبة بمجمع هذه الشخصيات لا حتى لما دخلت للأقسار يعني أول مرة يعني التاريخ خسن ديوع خسن خسن تكلموا على التاريخ التاريخ مشي من حقنا نظوروه أول مرة ما مشيتش كعازيف عودو أول مرة نقول هذا القضية في الإلع مشيتي كأشنو مشيت كمرافق لما كنت كان نخدم مع بزيز وباز كنا كان ديرو تولاتي وكنا كان نغنيو اللي قطع على مرشح الدرب مرسول الحب كنا غيرناها مرشح الدرب فيه مشيتش وفينا بشاديناه وكذا كذا شيء وأشياء أخرى أول مرة دخلتي إذا القصر دخلتي مع الثنائي بزيز وباز باقي ما دخلش لأنهم منعوني من الدخول وأنا في البركينج ديالبالي كمين سنة تشلسي حاجوني نهاية 1982 لا داعين نتكور إثم وحد فنان اللي منعني قليم هذاك ما يدخلش فنان مغربي منعك من دخول القصر فنان مغربي وكما كمرافق لتنائي بزيز وباز كمصاحب على ألة العود مصاحب على ألة العود وهذاك الفنان قليم هذاك ما يدخلش لا يدخل مغربي منعك من دخول القصر لحمد البيضاوي حتى لا أتاهم الأستادنا لحمد البيضاوي ماشي حمد البيضاوي شي فنان على كل حال وكان من المقربين كان من المؤنسين سيدنا الله يرحمه الحسن وقال ليوم الحاجوني ما يدخلش لا يدخلش هذاك ما يدخلش ديك السعاب ديز باز كنت عندوه سيارات من نوع سونفاندكات فيات سونفاندكات هذي باقين فيات نعست في الباركينج دي القصر نعست قصر دير رباط دير رباط نزولت بيسته ونعست وحسن يخلوك في الباركينج نعاس بيته ايه مقيت في الباركينج نعاس واحد المدة ما عقلش كنسمع الدقان وهذاك اليوم نفسه أتذكر كانوا يعطيون تأيج الانتخابات دي المجاليس كانت سنت الإدعاء ولكن كيقولوا غدرني الناس ما عفت كيبش كيقولوا غدرني الكلامة دي غدرني الناس واحد وقت هنا كنت مع الدقان عليها في دقان دقان كدقوا عليها في السيارة وقفتها كالقراسي في ناس واقفين أهلية شترجم كالقراسي أنا نعاس في سيارة كالقراسي كتعف إنسان كي بدي نعاس ما كتعفش رصفية شنو كالقراسي 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 يونس قلويا كالي تفضل معنا هذا المنادي ديال الامن ديالت ما لابست قادية تراثيه، لابست مزيد قادية القرفاتة، قادية متين هزيت عوديه، قلبو لي عودي طبعاً تقلب و هذا السلموني جوج ديال الامن، السلموني، ديال ديال المخزن، مخزنية، أي؟ سلموني غادين بيها من الأغرب مكين وهي أنني أنا كتكن شوف أفلام هندية كتير كتكن شوفها كتير كتمريض بيها بسدافتك أفلام من الجانب الموسيقي من الجانب العاطفة أنا دخل دخلوني خلولي تفضل قلص هناك قلصت في واحد المكان قلقا جوق مالا كيخدام وكان سمعها القطعة وطنية كيغني عبدالي بخيط أنا عمري ما نساها قطعة من أربع القطعة الوطنية اللي فيها تارا كيغنيها تسمى طبعا هذا سيتان شيدوفر مثل حينا رشد الله يرحمه أنا قلص كان شوف أنا قلص هكا وعبدالي بالخيط عن شمالي والجوق عن شمالي وعبدالي قدامه كيشوفو هنا يا أنا يا كان قول لعالم الله المالك فين كاين آه كان قلب أنا علش كان قلب كان قلب على شي ناس قلصي لتحت وقابطين ذاك الرش بك شي اللي كتشوف في الأفلام في الأفلام الهندية أنا أنا كانت تكلم معك فإذا بالحقيقة شنو قلصت شنو شفتي على بعد متر ونص حسن التاني اللي يرحمو كان دير هكا وكي تصنت الخيط عمت ببعض داته كاشفتو يعني متر ونص شافي يا قلي ترفي يا كده شافني ويقولي يا صافي أنا لا أعرف ويني بورتقول القصر دو صافي سيدي لأنه بسلم عليه أنا كنشوف اللون دياله غير اللون اللي كين هو كنشوفه في تلفزيون مشكل ديال وهذا طبعا هيبة ما نكذبوش هدا هيبة كيناة طبعا قالي وسيسي غالدي ما بعد غنعيت لك وكنك يعرفك أنا ذا لا قالوا لي كتضرب العود بزيزوباز قالوا لي كيضرب العود واقعي له قالوا لي أنا ما بغوش يدخل الفنان دياله ممتعي طيب كيفاش مشت الأمور باش نزربوه في هاد النقطة وصلوها لي خلي معدن عايت لك إذن واحد الوقت عايت عايت الزيزوباز كي يغنيهم مرسل أنا قال صبورهم أنا قال صبورهم كان عزف ويقول حسر 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 وقفنا ويقول أشهد شي واش نسن لو كوبنا نسمع العود أنا وصيبته بخيبة علاش أنا أول أول دن الملك ما عجبتهش كعازي في عود هذا هو تصدمت وما رضيتش أمام فنانين وأمام فرقام وثيقية زاد كل ما خلوه الله يرحمه قل لهم إذا بويتو تخدمو خس ما تشاغلوش معكم حالة النوع ديال الموسيقين ديال العود تصدمت كثير ويقول لهم لأن هذا العازي في العود أره الداني وأنا نقول الله أكبر خل أره نسمعك واحد رشيد كان مكلف لصنو قل له عطيهم ميكو عمل لي شي حاجة للذكرى نعم سيدي الثنائب زيزوباز نعم في هذا اللحظة نعم كتذكر شنو السكيتش اللي كانو كيديرو أو لعبين ايه كانو كيديرو السكيتشات صحاب ماشي السكيتشات اللي اللي هي مصعبة جدا يبنان في السياسة وشدين في المسؤولين تحتى في صاحب الجلالة الله يرحمه في سيدنا اه 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 وهذا المهم غادي نرجع لك الموضوع اه هذا المهم من اللي عزفت العود انا كان عزف اول حاجة يطلب انا انا في امتحان عسير امام ملك امام ملك اقول ملك اللي كان الفن في الدم ذيالو كان عزفك بديت كان عزفك تطلب اعيت الله سبحانه وتعالى وعيت الولدين اه وبديت بكل صراحة رايح حاضرين الناس بديت كان دردك بأهلات العود كان دردك بأهلات العود يعني ألعب في مقامات من مقام الى مقام ويتلافت الواحد العزيف الكمان اه قال له واش هذا خراف مصر اه الحاجة عبد الغني كان كان هو صوريس ديالجوق المالكي قالوا للمولاي اراها خراف الكنسفاتوار ارا تين ميت في الكنسفاتوار دردك ويدرس الات العود قال لي معلوم 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 ويقول يمشوف شوف فين كيوصل انا كاللعب لبوزيسيون لانا الالا الالا كيستغل الوضع الاول ووضع التاني الوضع التالي انا كنستغل انا كلها كيف كيف قال عني وصراحة وصولك الى القصر لنا هدو تفاصيل كثيرة اكيد غد جي فرصة فين نستعرض هاد النوستلجيا دخولك للقصر تلبتي شي حاجة في حياتي الى يوم مقابل شي ما في حياتي في حياتي عادة في الننم كيف نلتوش هاد الفرصة وتعطاو ولكن في حياتي شي حاجة شي انافع لان الطالب كنطلب البلك ما قطلبش رحد علي كم كنطلب ولكن انا دائما كنطلب كنقول مازال مازال اجال مازال ولكن في حياتي ما ما قطلبت الشهار وقد اقسمت الحاجة السي الحاجة يونس اقسمت والله اشتركوا في القناة